تواسيرا مع ضيفتي وضيفتكم مستمعينا اسماء زريول دكتورة باحثة في مجال الثغدية صباح الخير اسماء صباح النور حليما صباح النور جميع مرحبا بك على اللقاء مفتوح مجددا وككل صباح اسماء غدين نبشروا بالحديث حول الثغدية اختارينا اليوم نتكلموا على الناس اللي عندهم حساسية من اللحوم خصوصا الحم دي الغنمي وحنا فاد المناسبة دي العيد الأطحى نعم اكيد بالنسبة للحساسية للحوم احنا يا هاد للتهم ايني فيها هاد الكلمة هادي علميا كي اللي عنده حساسية نعم وكي اللي عنده ما يسمى مثلا غر انه تيكل هادك الحلم كي جيج معه فمصاردو ولا كي درو فمصاردو ولا كي دي اللي يسؤل هادو فتيكون ربما عندي حساسية منه انا فخصنا نديرو يعني بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية دي اللحوم هادي كاينة يعني في الزالغريكي الناس اللي عندهم الحساسية من اللحوم دي الغنمي قولي كتت تقول اعراب ديلها عبارة عن تفاقف ندين كيوقع لهم الحميرار اعراب دي الحساسية ديتاش اعراب الحساسية كمين واخا ماشي يعني الحمد لله ماشي منتاشرة بزاف وكتبقى اكسبسيو كتبقى يعني حالات خاصة ولكن اللي منتشر بزاف هو هادي المسألة التانية اللي تكلمنا عليها دي اللي ان الواحد كياك الغنمي تيقول لكرا ماجيش معايا درني فنساني ايه تو احنا بي كنتكلموا اسماء على الحساسية غير فقط باش نوضح الفكرة اكتر يعني حساسية جلدية تنتكلموا على الحساسية الجلدية ماشي الحساسية على مستوى الجهاز الهضمي اكيد اكيد نعم بني كنتكلموا على الحساسية الجلدية فهنا يرح هاد الحساسية واقع لان بزاف دي الناس كتقول ان الحساسية ما كيفاش الحساسية دي الحمد دي الغنمي ف يعني الاعراب دي الها كتكون عبارة عن طفح جلدي اللي تيكون يعني كي ادي يعني الحكة كي ادي الاسابة ايضا بشمرار احيانا الانتفاخ ويقدر الانسان يوصح احسن الاختناق نتيجة الانسان يوصح مع هاد اللحم مع اللحم وايضا خصوصا كي اللي عندو الحساسية في ديك البداية مثل الله ذات الحولية الله كيتدبح تيكون الحمد بقي جديد وبقي بقي تماما فكتلقى يديه كيتنفخه كيتلقى كي دي حالة تنفسية صعبة في التنفس إلى ما ذلك وحتى الحكة تهي من أبرز يعني الحكة في الحلق في الليسان تهي من أبرز فالناس من برفة دي الناس تظنوا أن هاد الأعراض ما عنداش علاقة مع الحساسية اللحم ولكن إلا تصادف هاد الأعراض مع نهار دي العيد ولا مع دبيحة ولا مع يعني يعني فقط ما كتكون مثلا دبيحة وكيكونوا على مقربة منها فهدي هي من الأعراض دي الحساسية دي اللحم ويقال أن النسعة دي بعض الحشرات يعني هادي يقال يقال يعني هادي ديك خفة في الثيوري في الثيوري هتشوف تقول لك أن النسعة دي بعض الحشرات كتدي بالبعض أن الإنسان يقول لي عنده هاد الحساسية من هاد اللحم يعني يقال كتدير ديك اللغية كثير و إمونيتر نعم فغير واحد المسألة أخرى يعني من غير الناس اللي عندهم الحساسية دي الغنمية وبشكل عام يعني اللحم ربما حتى مني كانت ناولوه واحدة نوعية جديدة علينا ديال لحم تقدر تحدث لنا هاد الحساسية حذب والفنش للحم ربما توقعوا بعض الحساسيات على مستوى الجلد وكذلك على مستوى الجهاز الهدمي من إسهال أو إمساك وغالبا تكون الإسهال نعم بالنسبة مني كانت ناخد نوع الهداء اللي هو جديد هنا الحالة تختلف تختلف تقدر تكون حساسية وكتقدر تكون فقط الجسم يتعرف على هادك للمان جديد والجهاز لأن الجهاز الهدمي للدياغي مني كان ناكلوا واحد نوع غذائي اللي هو جديد هذه الدياغي الإسهال اللي كانت حدث أرا تقدر تكون السبب ديالها بكثيري ربما ومني كان حيدوا السبب بكثيري تقدر يكون السبب ديالها هو فقط يعني لأن الجهاز هادمي يلا كيتعرف على هادك النوع الجديد ديال الغذاء اللي إنما مول شي ياخده يعني هذا الشيء كله يعني يمسمى وقالينا وعلى حسب الحدى دياله لازم زيارة الطبيب والتشار مع الطبيب نعم تبا لأن أحيانا حتى تسبب ما يسمى لكن أول مرة ما يسمى شك أنا في لك أو الصدمة اللا وقائية هاد الصدمة هاد تقدر تقدر تقدي للموت لهذا إحنا ممكن نخلعوش الناس ولكن إلا إلا لقدر الله إنسان كلها شي حاجة من الأغذية اللحو ولا غيرها وحصل عنده أعراض اختنا الخصوص بدأت تنفق حتى والأحراض ستزد يجب إمديات يمشي عند الطبيب وليز أرجع لكي يحلو هاد المشكل لأن هاد في أول للبراومير كونتاكت كي يأكل هاد شي وقد كل شي يدوس يعني مرور الكرام سفي غير يعني سفي يبعد على مصدر الحساسية كتخفاث عنده هاد المشكل هاد نعم وكيف ما كنت يعني منيني بانوا هاد الأعراض ضروري من معينة ومتابعة طبية من السهنج بهذا الأعراض لأن كين المضاعفات كثيرة علاجة حليمان لأن لأن هاد شي يتكلم نعني يقدر يكون عرض الحساسية وقد يتشاب 700 ألف عرض أخر دي المرض أخر مع فهم تني لأن التشخيص دي أي عرض رايش يقول رايش في تغنية اللي عند عند هاي أو رايش 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 تشخيص دي الحال معي نحن غير كان نرشد الناس جاي تشوف الطبيب برها المسألة جدية أما الناس من نهاية أن نخصها تستهن بأي عرض ولا تشخيص داتي ما كان يشخص راسه براسه لا رايش الطبيب هو المخول يدير تشخيص من بعد من يدير تشخيص وكان عارف ما عند بعد من بعد تجي الإجراءات اللي عملوا أسمن النوع عمل يبقى يبقى يمكن يبقى غير نحيد نحيد وهذا سؤال آخر لك يعني الناس عندهم الحساسية من اللحوم يعني اللحوم بصفة عامة وش هي حالة مزمنة يعني كيبقى الإنسان بهذه الحساسية مدى الحياة أو لم يمكن تعالج شف هو غالي بالناس عندهم الحساسية بهذه الحساسية يقدر يكون نقله في صغر ومدى الهم ولو وحد الوقت من الحساسية هنا كن نرجع ونقول أن الطبيب المهاليش هو الوحيد اللي يقدر يرد هذا النوع اللي يعمل الحساسية دي الأكل أو يحيد ه نهائيا بحسب يعني المناعة دي رد الفين دي المناعة دي الإنسان وبحسب بوش إذا دائما هنا ما نفقده في الأعمال يقدر الإنسان من بعد يأكله بدون أي مشكل ويقدر اللعويني ولكن غالبا يعني أنا اللي لاحظ أن نحسن من خلال العمل دي ني أن الناس لولغ المي طايب بعيد على بعيد على ذاك الأجواء الدبيحة والحمزة الخضار وني يعني وكل ما كيسبب لهم في ناس حاليا كان عندهم يعني الاتصال مألم الحولي مباشرة وغيره ربما السبب والبروتين والمادة التي تسبب الحساسية ما كتبقاش بعد الطياب يعني كل واحد وحالة خاصة نعم واضح شكرا جزيلا لك أسماء غدا موضوعنا غيكون حول بعض الأمراض الناس اللي عندهم الكوليستيرول والنقرس واش فعلا ممنوعين منعا كليا من تناول اللحوم هاتشيلا غدا نكتشفوه معك غدا بحول الله على نفس الطاقة